وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وفق أعلى معيير الجودة المخططة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة وطلع رئيس سيسي على مستجدة العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخدوية امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصة ما يتعلق بأمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة حيث وجه السيد الرئيس بتطوير مسارات القاهرة الخدوية بالكامل واستعادت رونقها كمصدر جذب سياحي وترفهي وسقفي وذلك بالإضافة إلى بدء تطوير الحضري لحديقة الأسبكية كذلك وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بمثلث مسبير لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن وأيضا اطلع الرئيس السيسي على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر